اكدت وزارة الصحة استمرار متابعتها عن كثب المستجدات الاقليمية والعالمية حول الاوضاع الصحية المرتبطة برصد عدد من الحالات المصابة بفيروس ماربورغ في جمهوريتين تنزانيا الاتحادية وغينيا الاستوائية واوضحت الوزارة بانه بناء على تقييم المخاطر الذي قام به المركز الخليجي للوقاية من الامراض ومكافحتها تبين بان فرص وصول الفيروس الى مملكة البحرين منخفضة لعدم وجود خطوط طيران مباشرة مع جمهوريتين تنزانيا الاتحادية وغينيا الاستوائية واشرت الوزارة الى انها على تنسيق دائم مع منظمة الصحة العالمية والمركز الخليجي للوقاية من الامراض ومكافحتها لرصد الاحداث المتعلقة بالامراض السارية لاعداد خطط التأهب والاستجابة والتي تشمل توفير الاستعدادات اللوجستية والعمل على تسخير كافة الطاقات والامكانيات والمعدات والاجهزة الطبية والمخبرية اللازمة وتحديد عدد من البروتوكولات للتعامل والتي تتعلق بالوقاية والعزل والعلاج علاوة على تكثيف عمليات الرصد والتقصي الوبائي وتابعت وزارة الصحة بانها ستوافي المجتمع باحدث المستجدات بشأن مثل هذه الفيروسات من خلال مختلف وسائل الاعلام الرسمية